احكي لك حكاية لذيذة هاورد ويب ده واحد من اعظم الحكام اللي جمت في التاريخ هو رئيس لجل الحكام حاليا في انجلترا فيه كان مباراة بين منشستر يونيتد اعترف بيها منشستر يونيتد وستهام اعترف انه كان فيه ضربة جزاء احتسبت ضد منشستر يونيتد وخسرت بسببها اعترف بعد المباراة على طول بالمناسبة الخطأ ده في ضربة الجزاء دي تسببت في اقالة المدرب بتاع منشستر يونيتد اريك تينهاج اريك تينهاج مشي بسبب المباراة دي وبسبب ضربة الجزاء دي اعترف الراجل هاورد ويب ده بيعمل ايه في انجلترا احكي لك حكاية لذيذة هاورد وعشرين لما جيه قدم مقترح انه الحكم وتعامله مع غرفة الفار التسجيل ده يعني يبقى موجود للناس كلها من امتى من سنتين تلاتة ها واقترح انه يطلع في برنامج اسبوعي هو اللي اقترح انه يوضح الحالات الجدلية ويوضح كل غلطة في القرارات فاكرين المباراة بتاعت ليفر بولو توتنهام السنة اللي فاتت فاكرين كان فيه تسلل احتسب على لويس دياز كان هو سجل هدف والتسلم كانش صحة خالص عارف في انجلترا عمله ايه بسرعة 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 كان فورمل كلام رسمي فش الله يخذ بيتك يا بش عارف مين يا بش عارف ايه بش الكلام ده احنا مش عادين على الاواء او بنتكلم في التليفون كلام رسمي فورمل يا جماعة احنا بعيد ومصممين بابعاد ليه كده الناس عمات تسبقنا بكتير وحاجات سهلة انا مش بقولك مثلا ايه انت بتخصب ايه بتخترع الزرة مش بقولك تعمل كده انا بقولك نعمل حاجات العادية نعمل الحاجات العادية